أعربت رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان عن قلقها بخصوص الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة والعدد المروع لمن وصفتهم بالقتل هناك كما وصف البيان الاختبارات الصاروخية والتي تجريها كوريا الشبالية بالتطور المقلق حيث الرابط أو حقّت الرابط على إيجاد حلول سلمية للنزاع في أوكرانيا وغزة بعد يومين من اجتماعات مغلقة في فيانتيان عاصمة لاوس حث وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان على نهج حلول سلمية للحرب في أوكرانيا وفي قطاع غزة داعين للعمل نحو تحقيق حل الدولتين في فلسطين على سبيل المثال لا يمكننا الاستمرار في إغلاق أعيننا لرؤية الوضع الإنساني المروع في غزة كما نتحدث الآن فقد مات ما يغرب من أربعين ألف شخص نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار نحن بحاجة إلى سلام مستدام لوقف هذه المعاناة الإنسانية ورحبت الرابط أيضا بإجراءات عملية غير محددة لتهديئة التوتر في بحر الصين الجنوبي ومنع الحوادث وسوء التقدير ووصف البيان الاختبارات الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية بالتطور المقلق نتطلع إلى مناقشة كل العمل الذي نقوم به لتحسين حياة مليار شخص مجتمعين وبينما نراجح هذه الأجندة الإيجابية يتعين علينا أيضا العمل معا لمعالجة التحديات التي تواجه الرؤية المشتركة سواء كان الأمر يتعلق بغزو روسيا غير القانوني لأوكرانيا أو امتلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لأسلحة نووية وبرامج صواريخ باليستية الأزمة المستمرة والمحزنة في بورما أو الإجراءات التصعيدية وغير القانونية التي اتخذتها جمهورية الصين الشعبية ضد الفلبين في بحر الصين الجنوبي على مدى الأشهر القليلة الماضية وعلى الرغم من أن بلينكين اختص الصين بالنقد بسبب تحركاتها في بحر الصين الجنوبي ضد الفلبين حليفة واشنطن فقد أشاد بكل البلدين على تمتعهم بالدبلوماسية بعد ساعات من إكمال منلا مهمة إعادة إمداد لقواتها في منطقة تطالب بكين أيضا بالسيادة عليها ترجمة نانسي قنقر